الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك ويهل علينا عيد الفطر المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين فتعالوا معنا نعرف كل حاجة عن صلاة عيد الفطر وموعدها وإزاي نصليها وبنقول فيها إيه فتابعونا أول حاجة صلاة عيد الفطر المبارك السنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال وللنساء ويجوز فعلها في جماعة أو أداءها في غير جماعة بمعنى أن يؤديها الشخص منفردا والأولى أداءها في جماعة ومن فتته فله أن يصليها في بيته ولكن لن يكون لها خطبة إلا إذا تم تأديتها في جماعة وتجزأ صلاتها رقعتان زيها زي باقي الصلوات بسننها وهيئتها وينوي بها صلاة العيد ولكن دا أقل لها أما الأكمل والأفضل في صلاتها أن يكبر المصلي في رقعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في رقعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام والركوع والتكبيرات دي بتكون قبل إراية الفتحة ثم يقرأ في رقعة الأولى الفتحة وسورة قاف ويقرأ في رقعة الثانية الفتحة ثم سورة القمر أو يقرأ في رقعة الأولى بعد الفتحة سورة الأعلى وفي الثانية بعد الفتحة سورة الغاشية وده لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهذه السور في صلاة العيد وينبغي على الإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى عرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم وينبغي على الإمام أيضا أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء ويأمرهن بما ينبغي أن يقومن به وينههن عمن ينبغي أن يتجنبنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أداب وسنن صلاة عيد الفطر، الغصل والتطيب ولبس أجمل الثياب التكبير يوم العيد ويبدأ من ثبوت العيد وينتهي بصلاة العيد الاكثار من التكبير والجهر به في الذهاب إلى صلاة العيد والإفطار بعد صلاة الفجر مباشرة بأكل بعد التمرات أو نحوها قبل الخروج إلى الصلاة وأداء الصلاة في العراء أفضل من تأدياتها في المساجد إن أمكان وإلا فلا حرج في فعلها في المساجد وذهاب من طريق إلى المصلة والعودة من طريق آخر ويخرج إلى الصلاة جميع المسلمين من الرجال والنساء والأطفال وحتى الحائب ويسنى الاستماع إلى الخطبة التي تكون بعد صلاة العيد ومن لم يحضرها وقام بعد الصلاة فلا حرج عليه والتهنئة بالعيد ثبتة عن الصحابة رضي الله عنهم فعن جبير بن نفير قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لطقوا يوم العيد يقولوا بعضهم لبعض تقبل منا ومنكم وتزور بين الناس والتهنئة بالعيد وإظهار البشاشة والفرح بالعيد أين من سنن العيد أما عن إخراج زكاة الفطر فيجب على المسلم إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة فإن أخراجها بعدها بغير عذر فهو آسم وإن كان تأخيره لإخراجها بغير لم يأسم ولكن عليه قضاؤها وتكون بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات العادية وقد شرعها الله تعالى طهر للصائم وطعام للفقراء والمساكين ويخرجها المسلمون جميعا عن أنفسهم عما انتجب عليهم نفقتهم وأخيرا من البدع زيارة الكبور يوم العيد وتقديم الحلوة والورود والأكاليل ونحوها على المقابر فلم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إلى هنا تنتهي تقطياتنا مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء